تمييز متوازي الأضلع حل أمثلة فهل السؤال بيقول حدد ما إذا كانت المعطيات على الشكل الرباعي المجاور كافية ليكون متوازي أضلع أم لا وبرر إجابتك طيب نشوف هنا أنه عندنا ضلعين متقابلين متطابقين حلو بس الضلعين الثانية ما عندي أي معلومات عنها يصير لازم أن ضلعين المتطابقين دي يكونوا متوازيين برضه طيب نشوف إيش في معطا ثاني نلاقي هنا أنه عندنا الزاويتين متحالفتين هذين المستقيمين وهذا القاطع ونقدر نرسم حرف اليو حولهم يصير الزاويتين دي متحالفتين ولاحظ مجموعة قياسهم 100 درجة زائد 80 درجة يساوي 180 درجة يعني الزاويتين دي متكاملتين وهم في نفس الوقت متحالفتين إذن القطعتين FG و JH متوازعتين يعني صارت القطعتين متطابقتين و متوازيتين صار نقدر نستنتج أنه الشكل متوازي أضلع إذن نكتب الشكل متوازي أضلع اللي نضلعين FG و JH متطابقين و متوازيين هل سألو يقول في الشكل المجاور إذا كان طول PQ يساوي طول RS و طول PR يساوي طول QS فبين لماذا تبقى الطبقتان العلوية والوسطى متوازيتين عند أي ارتفاع يعني قل لي أنه الضلع PQ طوله يساوي طول الضلع RS يعني يطابق و برضو قال لي أنه طول الضلع PR يساوي طول الضلع QS يعني يطابق يعني صار عندي كل ضلعين متقابلين متطابقين يصير الشكل عندي متوازي أضلع مهما غيرنا الزاوية دي مهما غيرنا الشكل طول الأضلع هيكون ثابت إذن الشكل هيكون دايما متوازي أضلع والطبقة العلوية اللي هي الضلع PQ هيكون موازي دايما للضلع RS يعني الطبقة السفلية صار نكتب لأن الأضلع المتقابلة في الشكل المتطابقة فيكون الشكل متوازي أضلع ومهما غيرنا الارتفاع فإن طول الأضلع ثابت وبالتالي يبقى الشكل متوازي أضلع هرسال بيقول في الشكل المجاور وبعدين أعطاني أطوال أضلع معينة وقال لي أوجد قيمتين XY بحيث يكون الشكل الرباعي FGHJ متوازي أضلع يعني أعطاني أطوال القطع JK JK وهذه وKH وهذه وFK وKG يعني أنصاف القطرين في الشكل وقال لي يبغاني أخلي الشكل متوازي أضلع وإحنا عارفين عشان يكون الشكل متوازي أضلع يصر لازم القطرين ينصفوا بعض يعني لازم يكون طول هذه القطعة JK يساوي طول هذه القطعة KG وبرضه لازم يكون طول FK يساوي طول KH طب خلينا نعود عن كل قطعة بقيمتها عندنا هنا JK ستكون بستة Y ناقص اثنين والKG بأربع Y زائد ثلاثة نحل المعادلة نطرح أربع Y من الطرفين وصارت المعادلة 2Y ناقص 2 يساوي 3 نجمع 2 على الطرفين صار عنده 2Y يساوي 5 نقسم الطرفين على 2 وصارت الY تساوي 2.5 وجبنا قيمة الY نحل المعادلة الثانية عشان نجيب قيمة الX نعوض عن FK بقيمتها 3X ناقص 1 وعن الKH بقيمتها اللي هي 2X زائد 3 نطرح 2X من الطرفين صار عندك X ناقص 1 يساوي 3 نجمع 1 على الطرفين وصارت الX تساوي 4 وهذه هي قيمة الX يصير لما يكون الX بأربعة والY بـ 2.5 القطرين حينصف بعض وبالتالي الشكل حيكون متوازي أطلع فرسل يولبثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي KLMN الذي رؤوسه أعطاني الرؤوس وحدد ما إذا كان متوازي أطلع أم لا وبرر إجابتك باستعمال صيغة الميل طب خلينا نمثل الشكل أول نحط النقاط هذه 2 و 3 8 و 4 7 و ناقص 2 و 1 و ناقص 3 هذا هو المطلوب ثاني مطلوب يبغاني أحدد إذا الشكل متوازي أطلع أم لا باستخدام صيغة الميل طيب تعالوا نفكر فيها سواء عشان نثبت أن الشكل متوازي أطلع لازم نثبت أنه جميع الأطلع المتقابلة متوازية وإذا ما قدرنا ممكن نثبت أنه جميع الأطلع المتقابلة متطابقة أو الزوالي المتقابلة متطابقة أو القطرين ينصف بعض هنا إيش ممكن نطبك من هذه الشروط ممكن تقولي أنه نقدر نقيس أطوال الأطلع عن طريق قانون المسافة في المستوى الإحداثي ونشوف إذا كانت المتقابلة متطابقة أم لا هو حل صحيح بس حياخد وقت طويل شوي ممكن تقولي أرسم القطرين وأقيس أطوالهم أشوف إذا ينصف بعض أم لا وبرضو حل صحيح لكن طويل جدا أسهل الحلول جميعا أني أثبت أنه الأطلع المتقابلة متوازية توازي المستقيمات في الإحداثي كيف نجيبه؟ عن طريق الميل إذا كان ميل قطعتين متساوي يصير القطعتين دي متوازية وقانون الميل سهل وبسيط تطبيقه وهو فرق إحداثيات ال-Y على فرق إحداثيات ال-X أجل خلينا نستخدم خلينا نبدأ ب-KL ما لها هيكون إحداثيات ال-Y اللي هي 4 ناقص 3 وال-X 8 ناقص 2 يعني 1 على 6 طيب نشوف الضلع المقابل NM هيكون الميل فرق إحداثيات ال-Y يعني ناقص 2 ناقص ناقص 3 على فرق إحداثيات ال-X اللي هو 7 ناقص 1 يعني 1 على 6 يعني الضلع KL هيوازي الضلع NM ممتاز نأخذ الضلع الثانية KN الملح يكون ناقص 3 ناقص 3 على 1 ناقص 2 يعني ناقص 6 على ناقص 1 اللي هي 6 ونأخذ المقابل له ال-M الملح يكون ناقص 2 ناقص 4 على 7 ناقص 8 يعني ناقص 6 على ناقص 1 اللي هي 6 يعني بضلع KN يوازي الضلع ال-M يعني كل ضلعين متقابلين متوازيين يعني الشكل صار متوازي أطلع فرسال بيقول أكتب برهانا إحداثيا للعبارة الآتية في الشكل الرباعي إذا كان فيه ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين فإن الشكل الرباعي متوازي أطلع طيب يبغى برهان إحداثي يعني لازم نرسم الشكل في المستوى الإحداثي في البداية طيب إيش هو الشكل؟ رباعي أوكي في ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين حلو وهذا عندي النظام الإحداثي لازم نرسم شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين ومتطابقين خلينا نخلي الضلع الأول ممطبق على محور الإكس عشان نسهل على نفسه نخلي رأس من رؤوسه نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر طيب ونخلي طول الضلع أي حاجة خلينا نفرضه بأي مثلا حيث أنه أي قيمة يعني هذه النقطة هتسير أي وصفر الآن لازم نرسم ضلع مطابق لهذا الضلع وموازيه موازيه يعني له نفس الميل هذا الضلع أفقي يعني ميله بصفر صر أي ضلع أفقي حيكون ميله بصفر وموازي لهذا الضلع صر نقدر نختار أي مكان هنا مثلا نرسم ضلع أفقي بديل طريقة وليزم يكون مطابق للضلع الأول يعني طوله لازم يساوي A طيب إيش حتكون نقطة البداية والنهاية لهذا الضلع نقطة البداية خلينا نفرض الضلع بأي عدد B مثلا والY الY برضو ممكن يكون أي عدد يعني الضلع ممكن يكون على أي ارتفاع خلينا نسمي إحداث الضلع C مثلا طيب نيجي لنقطة النهاية إحداث الضلع إيش حيكون أفتكري أن طول هذا الضلع هو A وعندي إحداث الآكس هنا B يصير إحداث الآكس هنا حيكون B زائد A لأننا لازم نتأكد إنه ضلع عندي مطابقين ما يرفع عن يفرض بأي شيء وإحداث الآي حيكون ثابت يعني نفس إحداث الآي لهذا النقطة بيعني C وصارت النقطة B زائد A و C خلينا نسمي الرؤوس A B C D وصار عند الشكل الربع اللي فيه ضلعين متطابقين طولهم A ومتوازيين كل الضلعين أفقيهما له بصفر يعني متوازيين طيب والمطلوب المطلوب نأثبت إنه الشكل ده متوازي أضلع متوازي أضلع يعني كل ضلعين متقابلين متوازيين عند الضلعين معطي إنهم متوازيين سنلازم أثبت إنه هذي الضلعين متوازيين وكيف نثبت إنه ضلعين متوازيين في المستوى الإحداثي نثبت أن لهم نفس الميل صار نثبت أنهم متوازين يعني نجيب ميل هذا الضلع وميل هذا الضلع ونشوف إذا يساوي بعض أو لا ميل هذا الضلع AD هيساوي فرق إحداثيات ال-Y على فرق إحداثيات ال-X يعني C ناقص 0 على B ناقص 0 يعني C على B وميل هذا الضلع BC هيساوي C ناقص 0 على B زائد A ناقص A يعني C على B يعني الميل متساوي إذن نضلع AD هيوازي الضلع BC يعني كل الضلعين متقابلين في الشكل متوازيين يصير الشكل متوازي أطلع وبكده انتهت الأفكار في الدرس المقطع القادم حنحل فيه مسائل تحقق من فهمك